كافان كاتر تقول لكم الحدث بالصوت والصورة كنشوف فيلم سيمائي كيكون في طانجة أنا ما كنتظنش أن هذا شي صدفة هذو علامات أكيد كانوا كيلمحول شي حاجة معينة والحمد لله أنها وقعت وزيف الحويات وقعوه في حياتي وكانت مدينة طانجة داخلة فيهم حتى أن أول مهرجان كندخله في المسابقة كنسرق الأحلام وكانت أول جائزة كننخدها في حياتي جائزة تاني دور رجالي في مهرجان طانجة في 1994 شوف راشيد أكيد العمر كان له تأثير في النوضش دياله الأعمال اللي اشتركت فيها السنين اللي مضيتها لآن هذا بستة وثلاثين عام ونا كان مارس هذا المهنة المداري المداريس اللي دستمعها وفي نفس الوقت أصبحت مخضرام دست واحد ثلاثين لأجيال على الأقل بديت معاهم أنا بديت معنا 36 مليمتر 35 مليمتر ومبعدزنا النمريك بالدرجات دياله حتى الآن شوف فين وصلنا الحمد لله كان نظن أنه كان بزاف ديال حواج ميت داله أولاً مشكلة الإمكانيات ما بقاش متروح بالشي اللي كان طبعاً كل شخص يخصوا الإمكانيات مية ويمكن اللي واحد دياله بور طعب دياله يقدر يقدر يحقق الحلم دياله يقدر يصور كورماتراج يصور موضوع يصور حوار شي اللي ما كانش متاح من شحال هذي كينين يوتيوب كينين منصاتي اللي ما قبلتش كتلفازة أو أي شعجة يمكنك دير قناة ديالك وهد شي يقدرنا نستغل له مش في التبرقيق مش في الهضراء الخاوية مش في الفضائح يقدرنا نستغل له من أجل خلق شي حاجة معينة لأنه اليوم بحرنا في العالم ولا موحد واحد فلاشين ولا واحد في دور الصافح بشي من دينا رهما بحال بحال عنده بنفس الفوصة يلعطيتهم أورديناتير يلعطيتهم بورتابل جنراسيهم مزيانة كل واحد فيهم غييمكن غيواحد غيبقى يزابي ويشوف التفاهز ويحاول يقلد الاشتحات تيك توك وواحد غيحاول يشوف العالم ش فيه ويمشي باش يسبقوا وباش شنغال يكون خلاق كنظن أنني في هذا المرحلة في حيتي هذا هو التفكير ديالي كان خمامكي باش نساعد ليجون في أنهم يعبروا بطريقة أفضل على الدات ديالهم وتقول بللي الإمكانيات عمرها ما خصت تكون عائق وبللي من دبالة فوق ما غلقوش الإمكانيات السينما المغربية فيها تناقض غاديم زيان كينين أفلان في غياب قاعات سينمائية وجمهور لا يحضر إلا من أجل مشاهدة الأفلام الكوميديا والليدي الأغلب فيها يمكن لهم نساوه بعد شهرين والتلت شهر كيخص واحد المراجعة ويجب أننا نرجعوه ندرسوا الدراري ومن خلال الأندية بحال اليوم هاد يكون نقاشات حول الأفلام باش تكون عندهم كيفاش في السر الصورة كيفاش يحلوها وكيفاش ما يتأثرش عليهم يقولون هم مؤثرين فيها طبعا بشكل كبير كين العمال أكتر كين تغطية صحية وكين حقوق المجاورة اللي ولا الفنان اللي منضابط كين كلوا يتلقاهم هذي واحدة عامين ولات السنين ولا أنا من الناس اللي كيشوه دائما من نص الكاسل العمر ما اللي ما لا يشتغل للي كيعرف غيبك ويتشكى لاحس العوانو ما عرف الظروفو ولكن خصويتور على هذيك الوضعية